ورجعنا لكم تاني بعد الفصل ونضم لينا الأستاذ محمود الجندي ومسوق ملابس مصري هنتكلم فيها في هذه الفقرة عن الصناعة المصرية وعن صناعة الملابس والملابس بتتكلم باللغة المصرية أو زي ممور شجع صناعة بلدك والحقيقة أن الدولة بتقول اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة للشباب وخاصة أن احنا بنحب نشجع صناعة مصرية أنا مش عايز أطول في هذه الفقرة أنا هتسيب لصوص محمود يتكلم معادي أنت حضرتك شغال في مجال الملابس مصوق ملابس مصوق ملابس وخاصة مش مانا تعديدا يعني الناس كلها بتحب تتكلم عن برندات وأنا بحب ألبس شغل ده برندات وحب أجيب مستورة وده الكلام ده مش مانا حضرتك ركزت بس على المصري أقول لحضرتك أنا دوري كمصوق طبعا احنا نتابع الموضة العالمية والحاجات التي تتوافق معنا كمجتمع مصري فالبرندات والكلام ده الناس كلها متعوضة على كده من فترة أنت لما تجد الشرحة تسلد مستورة على مصري فمن نسبة لي مستورة ده أحلى طبعا أو أجود أو خامته كويسة أو كده أو موضة وكنش مهتمين بتصنع مصري خالص اللي كان بيصنع مصري بس كان يعتبر شعبي يعني بيسموه شعبي يصنع جوداتها مش كويسة تقفلها مش كويس خامتها مش كويسة دلوقتي الموضة هتطور مع مرور السنين لما الاستراد وقف وحاولنا نوفر العمرة الصعبة فالأولى أن احنا نطور الجودة بتاعت الملابس بتاعتنا ونشغل احنا نفسنا يعني نشغل المصانع الصغيرة ابتداء من الست اللي عندما كانتين في البيت لحد مصنع كبير لحد عمله كمشروع يصنع منه ملابس وكده فهتمينا بالجودة دي أول حاجة بالخامة وبالموضة العالمية ألوان الموضة الشكل حتى لو الموضة دي مش جاية من بره يعني جايلنا مثلا من فترة من السبعينات مثلا يعني حاجة كانت زمان موضة ونزلت لنا تلوقتي تاني موضة وعن طريق الموضة دوت احنا شجعنا الصناعة المصرية ديت ونشجع الناس أنها تشتري لما تلاقي الحاجة بقت كويسة المصري فليه أشتري مستورد بمبلغ كبير وممكن المصري بنفس الجودة ومبلغة أقل ما أنا خليني أناقل كلامهم أوه بيقولك بيقولك يعني التأفيل المصري دائما في هدي أوه بيقولك القماشة كويسة والخامة كويسة والجوددة كويسة بس التأفيل هل حضرتك شايف أن نزل ما زال في عيو في التأفيل ولا خلاص إحنا بدأنا نعالج ونواكب التطور اللي موجود قالت جدا دلوقتي أنا أول يعني كان زمان فعلا زمان بتقول كان اللي بيمسك كتعة ملابس مثلا نفطرة شيميز مثلا بلاقي الزراج مش مزبوطة فيه فتل فيه الكلام ده كله دلوقتي تزبط شوية الناس بيتتطور نفسها عشان تشتغل إن المصنع اللي بيتقفل بيعمل حاجة تأفيلة مش كويس مش هشتغل تاني أنا كصاحب قماش أو كصاحب مصنع عايز أقفل عند حد معين تأفيلة لو مش كويس مش هشتغل معا تاني وبعدين فرق السعر كمان دلوقتي مع متطلبات الحياة الكتير ومصاريف الكتير ورب الأسرة بقى الله يعينه الهدوم دي من رفاهيات الملابس دي من رفاهيات يعني ممكن أتلاشاها عشان نقدر نعيش جنب الفواتير والأكل والشرب والمدارس والدروس والكلام ده كله فبدأ من أطلع ميزانيتي مثلا أنا هجيب ملابس بألف جنيه كنت بكي بيها مستوردة أو حيطة مستوردة أو حيطة نديفة أو حيطة غالية أي أن كان مش مشكلة دلوقتي أنا هتطر الألف جنيه دي بقت خمسمية بقت تلتمية فعايز حاجة جيدة وفي نفس الوقت رخيصة عشان أقدر أشتريها لأن صور الملابس هبط مع الغلو الأسعار ومع الغلو الأسعار المستوردة والكرام ده كله فبنتنا نتجه للجودة لو عادلناها الناس هتجا تشتري لمصر وفعلا الحمد لله أنا في مصنع كتير نجحت في كده الناس يطوروا من نفسه عشان يشتغلوا زي ما قولتا حضرت التطوير ده بيتمثل في إيه مثلا؟ مراقبة الجودة يعني أنا لوقتي لما سيب مصنع بيشتغل مع نفسه وبيعمل حتة مع نفسه مثلا أولي بيقفلها لو ما رائبتوش في كرواتة مصري بطبعه في الشغل بيبقى تقيل شوية ما بيحبش يعني يطلع مش دقيق نحن مش متعودين على كده لما خلي فيه مراقبة جودة وعوضهم أدين برضو شوية يعني مش لازم برضو إيه ياخد مبلغ زهيد عشان يصنع ممكن أدينه المبلغ أعلى شوية وصدها أنه يديني جودة كويسة وهو من مصلحتهم يديني جودة كويسة عشان هو ياخد شغل تاني ويشتغل تاني ويصمعته كويسة كما أصنع مثلا فلازم يديني جودة كويسة الجودة كويسة ديت الزبون يحبها اللي هو اللي ينزل يشتري أي يلاقيها مطابقة لمواصفات أقرب حاجة لمستورد بس بمبلغ أقل وعن طريق الكلام ده كله نشجع الناس دي كلها أنها تشتغل أنا عايز أشجع الناس أنها تشتغل في المصري أشجحهم إزاي يشتغل ويشتروا يشتغل ويشتري والناس تشتري المصري يشتغل في المصري يجب يهتم بشغله يهتم بالجودة كويس جدا ويهتم كمان بالماتيريال بتاعة الحاجة يعني ما ينفعش يقفل تأفيل أي كلام أو مثلا يبقى الدزاين مش حلو فلازم يهتم بالكلام ده عشان يوصل لأعلى جودة فالناس لما تشوف الكلام ده هتشتريه يعني هيبقى أرخص وأحسن وكمان مصري وخاصة إحنا عندنا ناس مهرة أو على إيديها كثير من الخبرات في هذا المجال يعني صناعية زيما هم بيقول صناعية احنا عندنا كوادر بصراحة فيه ناس ممكن تجيب لها فستان أو بلوزة أو جيب أو أين كان يقدر يفصل زيها بالزبط بنفس الجودة بالزبط مع نفس الخامة بس فرق السهرة هتليه عالي جدا وفرنا عملة صعبة وفرنا حاجات كتير ويلاقي قابلية للسوق عليها يعني انت شايف ان التشجيع ده عوايدوا إيه؟ يعني وضعها عوايدوا ان فيه ناس كتير ممكن كانش معها الصنعة دي ما تشتغلش فلازم يتطور من نفسه عشان يشتغل عشان يلاقي القبول برضو من شغله للسوق انتوا ما فيه قبوله السوق أنا أدريه مسؤول إن أنا بكشف الموضة العالمية بكشف متطلبات الناس عايزة إيه؟ ألوان إيه اللي نزل الموضة؟ خامات إيه اللي بيحبوها؟ يعني الصيف قطنيات الشتة صوف في الخريف في حاجة تكون واسط ما بين القطن والمصنع أوجه المصنع للكلام دو عشان يعمل حاجة فعلا تلاقي قبول في السوق وتنجح معاه وفي كده هؤسعنا السوق المصري بتاعه محتاجناش مستور محتاجناش؟ محتاجناش مستور إحنا لو شجعنا البضاعة المصنع المصرية مش هل يحتاج مستور ممكن ما نحتاجش مستور آه هنشتغل مصري وفي كده في كل المجالات كمان نشوف الملابس بس آه إحنا لو صنعنا أي حاجة تانية مصري وهتمنا بالجودة وشوفنا شغلنا كويس هنلاقي مقابل وهنشتغل كلنا امت حضرك شغال المستورك ملابس مصرية للسيدات ولا للرجال ولا للاتنين معا لأ حريمي حريمي فقط أنا مستمع حريمي لابس جدا آه يعني لازم كل يوم لو شافت لابس عجبها لازم تشتريه آه فألا ما عجبها فنلازم أعمل حاجة كويسة تعجبها فنلازم أوجه المصنع ده آه عش نعمل حاجة صح عشان تعجبها آه يعني خلينا احنا ندخلينا على الصيف تمام الصيف آه خلينا ندخلينا على الصيف بما أن حضرك بتتكلم مع السيدات إحنا هنا قناتنا قنات الصحة والجمال فهناخد جزء بسيط عن الموضة أنت شايف الموضة الصيف اللي طلع شكلها إيه وإيه أفضل الألوان إن أنت بتنصح بهالسيدات إن هي تختارها في الصيف بص حضرت عشان تبمشي مع الموضة العالمية احنا بيكلم دلوقتي في مع الموضة العالمية الموضة هي موضة العالمية آه كله كله مش بنقلد آه هي دي ظاهرة وكله بيعملها آه في دول الأوروبة في أمريكا في أي حتة في شركة أسيا ويلاقي ناس من أوروبا نفسين قالوا الموضة مع الموضة طبعا المواصفات اللي تمشي مع المجتمع بتاعنا آه فالست المصرية عموما لو كل يوم فيه جديد هتشتري 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 يعني بتحب على طول تشتري أه طبعا هتشتغل الفلوس بتتجه للسؤم ايه بتحب الموضة وتحب الجمال بتحب تظهر نفسها جميلة دائما فأنا لقيت المجال ده خليني أشتغل أكتر يعني فيه أفكار أكتر فيه تطور أكتر فلازم كل يوم فيه جديد بالنسبة لألوان الموضة اللي نازل الصيف الصيف ده توافضل الأيام إن شاء الله والصيف هينزل خلاص يعني هندخلنا على فصل الربيع وكل صنطيبين عند الأم قرب برضه هو بيبتدي معاه فرشي تصيب الزب آه كل سنة ألوان بتنزل مختلفة وموضة بتنزل مختلفة عن السنة اللي فاتت تماما أسكن شتا أو صيف يعني موضة الشتا لوحدة وموضة الصيف لوحدة الخليفة الربيع عندنا متلاشين شوية عشان فترة مقصيرة بالنسبة للصيف ده اللي نازل جديد إن شاء الله قدام منه أيام وينزل فيه ألوان مكادش موجودة السنة اللي فاتت كتير برضه ملتشرة زي درجات الموف زي المنت الفسفوريات نزلت فترة برضه سليها نازل يعني بتلبسها مش كل الأزواق بتقبلها الأورانجات والحاجات الفسفوري والحاجات الفعق وفيه خامة برضه نازلة لون اللي هو منطش ألوان كتير فسفوريات فقه أحمر مبهج للصيف برضه الواحد بيشوف إن بيتم إعادة تدويل الموضة القديمة من جديد مرة تانية ده بيحصل فيه حاجات ممكن في السبعينات زي جيبة مثلا البلسي البلسي اللي هو المكسر ده جيبة الحاجة الكلوش الوسعة تلبس أي مساعد حسني أه نبتقلم في كده الموضة بترجع بترجع تاني بس بتطور أم بمبسها لأ بتطور يعني الشيالستون كان مZمain موضة نزل دلوقتي شيالستون جنس زمان ما نكانش فيه شيالستون جنس يليش شيالستون دلوقتي نزل جنس منه نزل خماد تانية كتير نزل "...قتني منه ده ماк Miamiad gü Schools بس مودة الشيالستون ذات نفسها اتنقلة مودة الفساتين النهال يليك اللووش الأسائره شوية اللي هي نزلة واسعة قوي كده زي سواءة حوزني كنت لابساها في صغراء الحب نزل موديلات شبه كده برضه بس على خامته ألوان الموضة بتاعت السنة دي في الواحد وعشرين وأيام إن شاء الله وكل حاجة تظهر يعني في السوق المصري إن شاء الله والجودة هتموا بيها بإذن الله تعجب يعني الناس الرسالة اللي أخير حددك تحب توصلها لأن الأسف يعني الفقرة انتهت بسرعة بس إحنا حاولنا يعني عايز أقول لحضرك رسالة إخيرا توصلها يعني المشاهدين وتقول لهم إيه لشجع المنتج المصري أشجع المنتج المصري وأشتريه لأن فيه وراء المنتج اللي أنت هتشتريه من مصري دوت ناس كتير قوي شغالة وناس كتير قوي بتشتغل وهو ده شغلها وأكل عيشها ورزقها بيجي مع طريق الكلام دوت ولو خايفة من المصري جربي التجربة مش هتضر لأن الحياة المصري مش غالية يعني فيه متناول الجميع متناول جميع جداً ممكن بمتين جنيه تجيب طق ده حقيقي ممكن أقل كمان الجيبات سعرها بتروح دلوقتي المصري اللي جودتها كويسة من خمسة وسبعين جنيه بتبدأ ده كويس جداً يعني ممكن بلوزة فوقية مثلاً أو شميز برضو خمسة وسبعين جنيه شبهها من خمسين جنيه ممكن أجيب طق يعني أسعار تناول الجميع الأسعار المصرية أو الأسعار الملابس المصرية بعيداً عن البرندات أو المستوردة كلها في متناول الجميع أنا في نهاية الفقرة بشكر حراك جداً محمود جندي مصوّق ملابس مصرية بشكر حراك جداً لأتشرفك معرفة هذه الفقرة وتوضيح للمشاهدين الموضة الجديدة والحقيقة يعني في نهاية الفقرة أنا حابة بوصل لسالة جداً للمشاهدين إحنا دائماً لابد إن إحنا نشجع الصناعة المصرية نشجع صناعة بلدك لأن ما نبصش بس تحت رجينا إن لو شجعنا الصناعة المصرية بيستفاد منها كثيرياً بتستفاد منها الدولة إحنا ما نوفر عملة للدولة إن أنت خلاص أنت بتستردش حاجة من خارج نفس التوقيت بتوفر فرص عمل للناس الناس بتعرف يعني تشتغل وتصرف على بيتها في نفس التوقيت إن أنت الأسعار في متناول الجميع وده في ظهر الأوضاع الاقتصادية اللي بيعيشها العالم ككل وفي نهاية الحلقة بشكر حاجة جداً على حسن المتامع وتمنى النهاردة الفقراتين يقولنا اللي أعجب حضراتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة شكراً